السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العالم حوالي اكتر من 57 نوع من التيور ما عندهاش الكدر على الطيران وده لأسباب عديدة فبعدها بيسكنوا في مناطق ما فيهاش حيوانات مفترسة وما فيش فيها اشجار وانواع تانية ما بالطرش لانها تقيلة جدا او اجنحتها صغيرة على حجمها والطيران بيحتاج لطاقة كبيرة من الطائر عشان يقدر يطير فلو الطائر حاسس ان هو ما فيش حاجة للطيران بالنسبة له فلاكل قدامه والمعيشة سهلة في البيئة اللي بيقش فيها فبيوفر تاقطه ما بيطرش ومعظم التيور اللي ما بيطيروش موجودين في استراليا ونيوزيلاندا والبعض التاني في اجزاء من افريقيا وامريكا الجنوبية تعالوا مع بعض نتعرف على بعض الانواع دي بتنسوش الاشتراك والشير وتعليقاتكم الجميلة طائر الكيوي بيعتبروا في نيوزيلاندا رمز وطني وفيه خمس انواع من الطائر ده وكلهم ما بيطيروش تلاتة منهم اعدادهم قليلة جدا ونوع واحد مهدد بالانكراد بسبب الحيونات المفترسة وازالة الغابات ولكن مع الوقت بدأوا في انشاء محميات وحدائق وطنية عشان حمات النوضة من التيور وبيميز الطائر ده انه بيبيض بيضة كبيرة جدا بالنسبة للحجم بتاعه وبتعتبر البيضة دي اكبر بيضة لطائر في حجمه وحسة السمع والشم عنده اقوية جدا وبيستعين بيهم في حياته وعند استياد فاليستو وده لان نظره ضعيف جدا طائر الكاكابو موطنه الاصلي في نيوزيلاندا وبيسموه كمان ببغاء الكاكابو كائن لالي هو اكبر انواح البغبغوات ومن الطيور المهددة بالانكراد حتى ان عدده وصل 51 طائر فقط في سنة 1995 وهو اكبر الطيور عمرا وبيقدر يعيش لحوالي 120 سنة وبيحتاج لنوعية اكل معينة عشان كده بيتموا به في المحميات الطبيعية وبيحاولوا يوفروا له اكله عشان ما ينقرتش طائر الغاق وبيسموه كمان طائر غلباجوس لانه بيعيش في جزيرة غلباجوس ومش بيطير وأجنحته بتختلف في حجمها من نوع للتاني ففيه انواع منه ليها اجنحة قصيرة وانواع التانية اجنحته عادية ولكن كل انواعه مش بيطير وارقابته طويلة ورجلي قصيرة وبياكل الأخطابوت وتعابين البحر والأسماك وبيعمل صوت في بعض الاحيان بيشبه صوت الخنزير وليه كمان صوت نخير مميز وقت التزاوج او لما بيتقاتل مع حيوان تاني ولكنه في معظم السنة صامت بشكل عام طائر الغطاص بيختلف عن التيور المائية زي البط والبجع لانه غواص حقيقي بيستخدم أجنحته في دفع نفسه تحت المية ودي طريقة أسهل بالنسبة له من الماشي على الأرض عشان يلتقط أكله وفيه منه سبع أنواع موجودة في أمريكا الشمالية وبيتواجد حوالين المية العزبة والبحيرات والمستنقعات وفي كل القارات تقريبا بيستثناء القارة القطبية الجنوبية وبيبني أعشاشه من النباتات المائية على سطح المية وبيخفيها عن الأنظار بالأعشاب طائر الويكا بيشتهر بسرقة الطعام من التيور التانية وعنده صوت عالي جدا ومزعج وبيغني الزكور للإيناس عشان يتوددوا ليهم والإيناس كمان بيغنوا للذكور والنوع ده من التيور مخادع على الرغم من أنه بيأكل الفكهة والحشرات الصغيرة إلا أنهم مشهورين كمان بأخل البيض والصغار من التيور التانية طائر تاكاهي بيعيش لمدة عشرين سنة تقريبا وحجمه متوسط مش كبير وكان أوشك على الإنقراض ولكن رجع الإنسان وتم بيه تاني وهو من التيور العشبية علشان كده ما بيهتمش أنه يتير لأنه مش بيدور على فريستو زي معظم التيور التانية وبيعيش في نيوزيلندا فقط دجاج الماء والنوع ده من التيور نشأ في جزيرة بعيدة تسمى تريستان وانقرت في القرن التسعة عشر وظهرت سلالة جديدة منها في جزيرة غوف ومش بتطير لأن جسمها تقيل وأجنحتها مش بتقدر تشيلها ولكن بالمشي بتتنقل بسهولة من جزيرة للتانية وبتاكل اللحوم زي الدفاطع والسحالي والديدان والحشرات وبتقدر تاكل النباتات في بعض الأحيان لما بمتلاقيش الحيوانات اللي بتاكلها طائر الغرة العملاق هو طائر سمين أو كبير وده سبب الرئيسي أنه مش بيطير بوطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية وبيعمل أعشاش على المية لكن الغريب أن الطائر دو هو صغير بيعرف يتير ولكن لما بيكبر بيفقد القدرة على الطيران وده بسبب جسمه الضخم طائر الميزيت البني بيتواجد في الغابات وعنده قدرة كبيرة جدا أنه يتخفى وده بسبب ريش البني اللي بيساعده على التخفى بسهولة وبيحب أنه يبقى مختبئ وده بديل لي عن الطيران وبيضع بيضة أو 3 بيضات في كل تزاوج وبيعمل أعشاشه من أوراق وأصان الأشجار طائر الإيمو بينتمي لسلالة النعاميات وبيعتبر تاني أكبر طائر بعد النعام الإفريقي موطنه الأصلي في أستراليا اللي موجود فيها الكتير من الأراضي والصخور اللي بتعتبر مكان مناسب جدا لتربية النعدة من التيور ولما بيهجمه المفترس بيدافع عن نفسه بيضربه بركليل قوية في وشه وبيصطاده الإنسان عشان لحمه الأحمر اللي ليه قيمة غزائية عالية ولحمه من أفضل أنواع اللحوم وضهونه غنية بالأوميجا اللي بتخفف كتير من ألام المفاصل وبيوصل الصغار إلى الحجم الكامل بعد 12 شهر تقريبا لكن النطج الجنسي ما بيكتملش إلا ما بيوصل لعمره لحوالي 20 شهر وبيعيش لمدة 10 سنين ولكن لما بدأ الإنسان يعمل له مزارع ويربيه وجد أنه بيقدر يعيش لحوالي 35 سنة البطاريك الملك هو تاني أكبر البطاريك على وجه الأرض والاسم دوت لأنه كان بيعتقد أنه هو أكبر أنواع البطاريك ولكن سنة 1884 يتعرف أنه مش أكبر البطاريك وأن البطاريك الامبراطور هو الأكبر وبيستطيع أنه يعوم في المحيطات ويهاجر ويقطع مئات الأميار على الأرض طول السنة بين المناطق المختلفة عشان يبحث عن الطعام وبيعمل أعشاشه اللي بيعيش فيها وبيقوله العلماء أنه نتيجة لأن الأماكن اللي بيعيش فيها ما فيهاش أشجار فحصل تكيف ليه مع البية وأصبح أجنحته عبارة عن زعانف عشان يقدر يهوم في البحار والمحيطات وكمان أصبح بدين عشان يقدر يحافظ على حرارة جسمه وبيعيش في القطب الجنوبي النعام هو الطقر الوحيد لليه سبعين في القدم وبياكل النباتات وأحيانا بياكل الزوحف والحشرات وبيبتلع كمان بعض حبات الرمل عشان تساعده في الهضم وليه رجلين قوية جدا بيستخدمها كسلاح وبيهاجم بيها أي حد يحاول يهدده وبيجري بسرعة كبيرة جدا وده بيعوضوا عن الطيران والبيضة بتاعت النعام هي أكبر بيضة لأي طائر في العالم ووزنها بيوصل لحوالي كيلو نص وموض منه خمس أنواع نعام شمال أفريقيا نعام ماسي نعام جنوب أفريقيا النعام الصومالي النعام العربية المنقردة وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم الجديد إن شاء الله